معالي الوزير السيد المستشار أحمد الزند برحب حضرتك على شاشة طاقونات النادي الاهلي كل سنة وحضرتك طيب كل سنة والشعب المصري والأمة المصرية والأمة الإسلامية بخير كل سنة وحضركم طيبين ومصر بخير وبرخاء وصحة وعافية ومنصورة دائما والنادي الأهلي كذلك والرياضة المصرية وربنا يتوج هذا المجهود الذي يبزل بالفوز بالكاس الأم الأفريقية وكل سنة والنادي الأهلي عشقنا الأول والأخير بخير وبصحة وعافية وفي أوج مجده وعظمته وحاصد دائما للبطولات في شتى الألعاب ويلبي طموح جماهيره العاشقة والمحبة بل والهانة به وأتمنى للرياضة المصرية كل تقدم وكل رفاهية لأنه الآن نحن اقتربنا من نقطة الخطر هناك دول صغيرة العدد بدأت تنافس مصر وتتربع على عرش كرة القدم من خلال بطولة أفريقيا الأندياء الأبطال وحسنا فعل الزمالك الذي أهنئه وأهنئ جماهيره وأهنئ لعبية على هذا المستوى العظيم من الإصرار وأنه أعاد مصر مرة أخرى إلى الخريطة الكروية مصر سيدة القارة ولا يجوز أن تكون غير ذلك والأهلي سيد الأندية ولا يجوز أن يكون غير ذلك إن حدث هذا أو ذلك فتلك يعني عايز أقول ملمة ينبغي أن نتخلص منها سريعا سيادة المستشار خلال الكلمة اللي حضرتك ألقتها هنا داخل النادي الأهلي وجهت العديد من الرسائل الرسائل تدل على مع حفظ الألقاب المواطن اللي بيقدر يعني إيه قيمة تراب الوطن وقيمة النادي الأهلي وقيمة الأندية وقيمة الاتحاد المصري وأيضا المسؤول اللي عارف إيمة القرار يتخذ الحمد لله أشكرك على أنك نعتني بهذه الألفاظ وهذه الأوصاف التي يتمنى كل إنسان محترم أن ينعت بها ويتصب بها أنا وأنت وغيرنا كلنا في الأول وفي الآخر مصريون نقدس تراب هذا البلد ونعشقه ونتفانى في عشقه حتى الموت مصر كبيرة ونفخر بذلك دائما ومسؤوليتها كدولة كبيرة ورائدة بتفرض على كل مواطن من مواطنيها أن يكون كبيرا في هواياته في قراءاته في مذاكرته في أداء العمل في تفاعله مع المجتمع نريد أن نبدأ عهد جديد تعتلي فيه مصر الريادة في كل شيء لا أريد أن أغار بمعنى الغيرة فعلا حينما أجد دولة أخرى حصدت بطولة لا يصح إطلاقا أن تكون هناك بطولة في إفريقيا إلا لمصر هذا هو قدرها وهذا هو تاريخها وهؤلاء هم أبطالها وارجع إلى الوراء قليلا لترى دولا الآن يعني تمشي كالتاوس تظن أنها وما هي ما تظن اللي كان بيتغلب 7-0 واللي كان بيتغلب 10-0 ونجومك الشيخطها ضرب في الخليج كم سنة وأمشأ عايز أقول أسماء عشان ما قعش في حرج أنا شخصيا وأنا في الإمارات العربية المتحدة كان النوس وريعه ويمكن كان يجي عشر مدربين والشيخطة ومموجودين هناك إحنا اللي علمنا كمان أفريقيا السوداء أو أفريقيا السمراء كرة من خلال المنح اللي إحنا كنا بندفع تمنها أو نتحمله عشان لا يصح أن يسبقونا لا يصح وكل مسؤول وكل نادي لا يعني لا يتفهم هذا الأمر لا يستحق أن يكون في موقعه مصر عالية وينبغي أن تظل عالية أي حد يخليها تهوي درجة ده أنا بعتبر أنه خائن ولا يجوز أن يعتلي أمرا من الأمور كل الغاغة اللي على الساحة دلوقت لو صحت النواية وكان هناك شفافية ومصداقية ما كان هناك أزمة إيه الأزمة إيه الأزمات المصارة من يريد أن يحدث فتنة بين أكبر جمهورين مش في أفريقيا ده أنا بقول في أفريقيا وأسيا وأوروبا خالت بقى حضرتك لصالح من أنت لو ديت لدي ده حقه وده حقه شابه حد شا يقولك أنت عملت كده ليه وأنا بأطلق صايحة من هنا الآن لا ينبغي أن يكون مراقب المباريات أنا كوير أديم ورئيس نادي أديم وكبير في السن لا يصح أن يكون مراقب المباريات في المباريات الأخيرة ناس ريحة تتفرج ستحدث وقد يكون قد حدث بعض الأمور التي ضد مبدأ الله بالنظيف لازم تكافح الكرة كده ورياضة كده لازم تكافح لآخر رمق وأنا عجبني جدا وهذا يدل على أنه الأهلي وجمهور الأهلي وأعضاء الأهلي مش متعصبين بصلف أنا بحي من قناة الأهلي اللاعب المناضل المحترم طارق حامد الذي أبى أن يخرج ليستكمل العلاج وكافح لآخر رمق في المباراة وتوجه مجهوده هو وزملائه بالنصر وبإضافة أنا بعتبر بطولات الأهلي والزمالك والاتحاد والرسماني دي بطولات لمصر مش الزمالك اللي خادتكم فدرالية مصر اللي خادتكم فدرالية إذا نظرنا بمنظر التعصب الضيق المنقود حنكره بعض علشان خير مصر لا الزمالك يفوز والأهلي يفوز والإسماعيل يفوز والاتحاد يفوز لا يعني لا تتخيل كم كان صروري حينما أخرج للاتحاد السكندري الترجي من البطولة العربية عايزين هذا المفهوم يا سود آه وأنا حب نادية يكسب ماشي بس إذا فاز نادي آخر ما ينقلبش الأمر إلى حقد وبغضاء وضغاء وتحفيل والكلام اللي بنشوفه دلوقتي دا دا أبعد ما يكون عن مفهوم الرياضة وأنا باعتبر أنه الأهلي وغمهوره في طليعة من من يقدر على تصويب الأعضاء علي الوزير عايزة الكلمة سوهر الأسرة فيها أهلاوي وزملكاوي وإسماعيل لاوي تالأسرة الوحدة أتمهم متعايشين وحبايب فمسألة التسخين وده مع الأهلي وده مع الزمالك وأجل لده وما أجلش لده دي معاني أرجو وإحنا في شهر التسامح وفي هذا الشهر العظيم أنه نقل عن هذه العادات نهائيا وأنا المسؤول عن أني أنا أطبق مبدأ الفيربيلي أنا الأول أبقى فيربيلي أنا الأول أطبق المبادئ ما أبقاش من هنا بوش وهنا بوش لا كفاية بقى علي الوزير أختم مع حضرتك بالنقطة أخيرة كنت من الرجال الصامدين وقته أنت هاول جميع وصمدت وتحملت الكثير من الأمور رسالة حضرتك النادي الأهلي في وسط أزيل أزمات بيتحمل وصامد ودايما النادي الأهلي هيفضل هو المنارة الهامة لقرى الأفريقية وللقرى المصرية رسالتك لجميع الأطراف تقولهم من خلال هنا بيت النادي الأهلي وبيت العائلة الأهلوية أقول أنه التفوا حوالين النادي الأهلي وليكن الصبر هو يعني شعاركم الأول في هذه المرحلة بصراحة فريق الكرة مرت عليه عدة سنوات ليس بالشكل المطلوب موش الأهل اللي يطلع يتغلب خمسة من بره الأهل عمرهم حصلت الأهل يحتاج بناه إلى وقت لو بتبني قطين بياخد وقت هيحتاج بناءه وأناشد كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته أنه ينظروا إلى هذه المسألة نظرة عميقة وواعية احنا عايزين فرقة الترج النهاردة شابو بيكسب بره وبيكسب جوه وتاني أو تالس سنة في النهائي ده دور الأهلي ده الدور اللي احنا كنا بنعمله نسرق مننا بس نسرق مننا وإحنا غفلانين شوية شغلنا بحاجات أخرى لا عايزين الأهلي أنا كأهلاوي أنا عايزي الأهلي يحصد كل البطولات في مصر لكن إن حصد نادي من الأندية الأخرى بطولة أبريك له ما فيش مشكلة إنما أنا كأهلاوي أنا مش عايزي تنس طاولة طايرة يد فولي بتاعة باسكت أدم أنا مش عايزي هو كده حبي للنادي الأهلي كده إنما لو خدها غيري مايش مشكلة ما تبقاش الدنيا مشكلة ولا ده انقلب إلى عداوة وهنيه وبريك له وانشلت الحتة بتاع الطريق حامد أنا حققاتل قناة النادي الأهلي لازم الناس تعرض إنه فيه الغالب أو الغالبية العظمة من أعضاء النادي الأهلي وجمهوره وعضاء جمعيته العمومية بيهدوا كل زرة عرق كل حبة عرق يبزلها رياضي في ملعب لمصر والنادي الزمالك لما خد القنون الفدرالية دي راحت لمصر بهذا المفهوم حنرتقي وحنتحد ونسك